يدخل التعاون العملياتي المشترك بين الإرهاب الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش مرحلة تنفيذ عمليات بالتنسيق لزعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة ولم تعد العلاقة خفية بين التنظيمات السوداء حيث أسهمت عمليات تبادل للأسرى في فترات سابقة بتمتين أطر العلاقة في حضن الإرهاب الحوثي برعاية إيرانية وفي تعز كشفت معلومات أمنية واستخباراتية عن وجود مخطط إرهابي لاستهداف قيادات رفيعة في السلطة المحلية للمحافظة وتنفيذ عمليات عبر خلايا نائمة من عناصر الميليشيا والقاعدة وداعش وتعيد الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت اللواء الثالث في محافظة أبيان التأكيد بضرورة إيجاد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة تهديدات الإرهاب وإفشال مخططاته وهي استراتيجية تستدعي استنفارا حكوميا من كل المؤسسات الرسمية وتنسيقا أمنيا بين الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات المحررة مع مختلف الوحدات في المؤسسة العسكرية وفي حضر موت ثم تتحذيرات من عملية تجنيد في معسكرات سرية غير رسمية قد تتحول إلى بؤرة خطر ضد أمن اليمن وليس المحافظة وحسب ونهاية الأسبوع المنصر أفشلت الأجهزة الأمنية بحضر موت خلايا تقوم باستقطاب شباب من المحافظة وإرسالهم إلى الحوثيين حيث يتلقون تدريبات عملية في شبكات الإرهاب المنظم ويتجه الإرهاب الحوثي جنوبا في موسمه الحالي عبر تحقيق اختراقات أمنية في الداخل المحلي من المحافظات المحررة